تسمع برجل اسم فروخ تسمع بفروج انتو فروخ طيب فروخ يا بالتركيب الحرفي قريبة من بعضها فروخ رجل صالح من سلفنا الصالح يوما من الايام بينما هو مع زوجته متزوجها جديد وحامل بولد عم ينتظر بفارغ الصبر زوجته حامل مسرور جارس مع جلسة انس واذا بالمنادي ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي مو الامريكان اجوا على المدينة وكامل سكان المدينة المنورة مو لان الامريكان وصلوا المدينة يا خيل الله اركبي يريدون ان يغزوا ارض الصين ارض السندي والهند نحن الروح مهم ابدي يجوا واذا بالرجل قالها ناداني منادي الله يا زوجتي الولد امانة وهذا ما لي امانة وانا ملتحق بصرايا الجهاد والفتح وخرج فروخ تعرف متى عاد تعرف متى رجع الى بيته بعد سبعة وعشرين سنة كم رجع فروخ دخل المدينة متغير ملامحها من غزو الى غزو من كتيب لكتيب من فتح الى فتح اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جري المجامع الناس عم تروح سيران خملينا نزه نزه نروح ونعود سبعة وعشرين سنة دخل ومن السنة حينما يعود الانسان من سفر ان يبدأ فيصلي ركعتين في المسجد دخل الى مسجد النبي صلى الله وسلم يصلي ركعتين واذا بالمسجد فيه حلقة علم وفيه طالب علم متميز جهبذ يتكلم بفنون العلم وحوله عمائم اربعمائة عمامة معوام يدرس العلماء من الذين كانوا يجلسون على حلقته الامام مالك بن انس احد الامة الاربعة كان يجلس على حلقة هذا العالم صلى ركعتين نظر الى الحلقة قال الحمد لله ما زالت معمورة بالعلم وحلقات العلم توزع ادوار ناس في الجهاد ناس في العمل ناس في التربية ناس في الامر ناس في النهي من القضية قوم نقاتل ونترك القضية فوضى تضيع البنات والامهات والاجيال والمفاسد تنخر نخرى مشروعنا مشروع اسلامي كامل ذهب الى بيته طرق الباب وهو يطرق الباب واذا بهذا الذي كان يدرس العلماء جاء اليه ركض يقول يا ايها المجرم اتقتحم حرمة بيتي وفروخ يقول له يا ايها المجرم اتقتحم حرمة بيتي فتصارعا فسمعت زوجة فروخ النداء فعرفت صوت زوجها قالت يا فروخ توقف انه ولدك ويا ولدها هذا اباك هذا الجنين الصغير الذي كان في احشائها ولد فانفقت عليه المال وصنعت منه امام وقته ربيعة الرأي سمعتم بامامنا ربيعة الرأي ربيعة الرأي شيخ الامام مالك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا لنهدينهم سبولنا ايها السادة انظروا الى امرأة كهذه يخرج زوجها سبع وعشرين سنة في الجهاد وهي سبع وعشرين سنة في بناء الرجال فخرجت لنا اماما جهبذا نريد حينما نخرج للجهاد نترك نساء وراءنا كهذه تربي اطفالنا وتصنعهم وقودا وجيلا اتم فمعركة الحق والباطل مستمرة لا تنتهي والصراع الكفر والايمان مستمر لا ينتهي هكذا ننطلق وهكذا ننجح وبهذه المفاهيم الثلاث يمكن ان نبدأ اشتركوا في القناة